البداية من منتدى دافوس 2022 في سويسرا حيث حضر اليوم الملف اللبناني في كلمة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي شدد على ضرورة أن يقوم اللبنانيون بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة معتبراً أن التغيير وموضوع حزب الله بيد اللبنانيين وأشار بن فرحان إلى أن انهيار الدولة اللبنانية أمر خطير وينبغي الإصراع في الإصلاحات من أجل تجنب ذلك وقال إننا معنيون بعودة العملية السياسية في لبنان وينبغي على الجهات كافة العمل على ذلك مؤكداً أن انتخابات لبنان قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك